السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتنا قناة دكتور محمود ريطم يا دكتور مفيش مشروب عشبي بيكبر مناطي الأنوسة وبيكبر السدي بدرجة كبيرة أنت كنت تكلمت في فيديوهات كتير قبل كده عن البرايم روز بلاست كابسول والفيم روز كابسول يعني عشبة ظهرة الربيع المسائية وجزور الصعبان الأسود أو البلاكوهوش وتأثيرهم الكبير جدا في تكبير مناطي الأنوسة وخصوصا منطقة السدية النهاردة حنتكلم على عشبة متميزة جدا العشبة دي مفيدة جدا مش بس لي السيدات لا دا للرجال كمان بوجه نعام والصحة العامة العشبة دي كمان فيها نسبة كبيرة جدا من الأوميجا سري تعتبر ضعف اللي موجودة في زيت السمكة كمان مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية حنتكلم النهاردة على بزور الكتان الفلاكسيد أو اللينسيد الفلاكسيد أو اللينسيد مفيدة جدا مش بس فيها أوميجا سري لانا فيها أوميجا تلاتة وأوميجا ستة وأوميجا تسعة كمان غنية بالليجننز وغنية بالفايبرز كنت عايزة أقول أن الجرام من الفلاكسيد في حوالي 700 ميلي جرام من الأوميجا سري وده يعتبر ضعف النسبة اللي موجودة في زيت السمكة وكمان معلقة الشاي من الفلاكسيد أو بزور الكتان أو اللينسيد في حوالي 1597 ميلي جرام من الأوميجا سري انتو بتخليل نسبة كمان في الـ الفلا لينونيك أسيد وفي الـ DHA وفي الـ EBA في الديكوزة هيكسنوك أسيد والإيكوزة بنتنوك أسيد وتأثيرهم على صحة القلب والأوعية الدموية وتأثيرهم أنهم بيساعدوا في تقليل الكوليسترول وتقليل الالتهابات اللي بتحصل على جدار الشرايين نتيجة ترصب الكوليسترول مفيد جدا أنه لي صحة العقل وكمان ووقاية كمان من الـ stroke والمشاكل الدماغية اللي بتحصل طبعا تحت إشراف طبي وكمان لصحة القلب وكمان مفيد جدا أنه بيقلل السكر وبيقلل الضغط عشان كده الناس اللي بيستطدموا أدوية السكر وأدوية للضغط وكمان اللي بيستطدموا أدوية السيولة اللي بيعمل السيولة في الدم لازم يتابعوا مستوى السيولة ومستوى ضغط الدم ونسبة السكر في الدم بانتظام على الصعيد الآخر أن كمان الفلاكسيد أو بزور الكتان مفيدة جدا لأنها بتحتوي على الفايتو إستروجين الإستروجين النباتي اللي بيمد جسم البنت والسيدة بكمية من الإستروجين الطبيعي اللي بتكبر مناطي الأنوسة بأمان وفاعلية تامة لو تم الاستمارة عليه حوالي شهر لشهرين يعني مش بس للسيدات لا دا للرجال كمان بوجه نعام وللصحة العامة لصحة القلب والأوعية الدموية وبيقلل الكسترول بدرجة كبيرة كمان مفيد جدا لأنه مفيد في التخصيص ونقصان الوزنة لأنه بيزود لحسب الشبع وخوصا لو اتاخد قبل الأكل بيزود الإحساس بالشبع هي جرعته من واحد لعشرة جرام في اليوم بزور الكتان هي الطبيعة بتبقى حوالي عشرة جرام في اليوم وبيتم تأسهم على مرتين يعني خمسة جرام الصبح وخمسة جرام بالليل وممكن نستعملهم كشاي عادي خالص إن أنا منجيب الخمسة جرام أو المعلقة الشاي من بزور الكتان ونحط عليها الشاي المغلي ونغطيها ونسيبها حوالي 3 دقايق ونصف فيه ونشرب بزور الكتان كمشروب مغلي عادي مرة صبح ومرة بالليل خدوا بالكوا بقى إن كمان لقوا إن لو تم اليسمرار على 30 جرام 3 معالق من الفلاكسي بزور الكتان لمدة 3 شهور هيقلل الكوليسترول بوجه نعام بنسبة 17% وحيقلل الـ LDL الكوليسترول اتضار بنسبة 20% إنتم تخيلين النسبة كمان أنت مش ممكن بس كمان تاخدي بزور الكتان كمشروب كشرب وفيت جدا كشرب إنه عايزاء بناطل الأنوسة ممكن كزيت إن أنا أنت تحضري في البيت زيت بزور الكتان زيت بزور الكتان بتحضر في البيت إن أنا بجيب بزور الكتان بجيب حوالي معلقتين كبار من بزور الكتان واتحانهم كويس وأنقحهم أو أحطهم في حوالي مجة أو كباية كبيرة من زيت الزتون وأسيبوا فيه أحطوا فيه زي نظام كده وعاء مغلق ويكون ياريت مش شفاف ياريت يكون إنه معتمع عشان ما يتقصرش بالضوء ويحصل أكسادة ونغطي كويس جدا ونسيبوا منقوح حوالي أسبوعين يعني 14 يوم هنا عيتم استخلاص زيت بزور الكتان بفاعلية وأمان وبطريقة طبيعية جدا وكل مرة كل يوم بشيك على المنقوع ده وإن أنا أرجو كل شوية لغاية ما يعد الأسبوعين وبعد كده إن أنا أتم أصفي الزب بزور الكتان وأستخدمه ككمية مناسبة على منطقة السادي كمساج بحركات دائرية مرة الصبح ومرة بالليل هنا استفدت إن أنا نقعته بطريقة مظبوطة وطريقة سليمة ونقعته كمان في زيت الزتون الزتون مفيد جدا للسادي كمان بيقالل تهاباته في نفس الوقت بيساعد على تقليل الترهولات كمان اللي موجودة في السادي كمان الميزة في بزور الكتان إنه أحدث الأبحاث لقيت إنه كمان بيساعد فيه الوقاية من سرطان السادي وده حاجة كويسة جدا وحاجة فعالة جدا يمكن أن تستعملي بزور الكتان كمشروب نحطه على مياه مغلية وغطيه واشربه مرة صبح ومرة بالليل مع الدهان بزور الكتان وتعمليه في البيت بالطريقة الصحيحة يجيب مع لقتين كبار من بزور الكتان وبطحانهم كويس جدا وحطهم في كوباية كبيرة من زيت الزتون وحطهم في إزازة بتكون مغلقة أو معتمة وقفلها كويس واسبها أسبوعين يتم استخلاص الزيت بتاع بزور الكتان وصفيه وأدهن بحركات دائرية مرة صبح ومرة بالليل سيجيب نتائج كويسة جدا 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 وممكن كمان حيزيل الفاعلية لو خدت كمان الكابسولات الفين مروز اللي هي فيها البلاكوهوش جزور الصعبان الأسود كابسولة بعد الفطار وبرايم مروز بلس كابسولة بعد الأكل تلات مرات سيجيب معي نتائج كويسة جدا في إنهم غناهم بالفايتو إستروجين الإستروجين النباتي وحيكبر وحط لحظة لأول شهر كبر في مناطق الأنوسة بدرجة كبيرة وبفاعلية وأمان وبدون أي مشاكل وبدون أي خطورة على صحتك يا رب أكون أفدتكم بكل المعلومات عن بزر الكتان وفيديتو للصحة العامة وإزاي تستعملي لكبر مناطق الأنوسة وإزاي أستعمل أستخلص زر بزر الكتان في البيت وأكبر بي منطقة خصوصا مناطق الأنوسة وخصوصا منطقة السعدي يا رب الفيديو يكون عجبكم يا رب تكون استفادتم سلام عليكم